امطلقت مساء امس فعاليات النسخة الثانية من مهرجان ليالي المحرق من قلب مدينة المحرق التاريخية وبالتحديد من موقع مسار اللؤلؤ جاء ذلك بحضور الشيخ خليفة بن احمد بن عبدالله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والاثار اضافة الى تواجد عدد من المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية رفعة المستوى وجمع غفير من المهتمين بالشأن الثقافي في المملكة والاعلاميين وبتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والاثار ويستمر المهرجان يوميا حتى الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري من الساعة الخامسة وحتى العشر مساء والدعوة عامة للجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار وذلك من اجل اعادة استكشاف مدينة المحرق بكل ما فيها من تاريخ وعمران وتراث ثقافي مادي وغير مادي وكجزء من احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية مهرجانا المحرق يعود هذا العام احتفالا بالعيادة الوطنية التي تتسهلت البحرين ضمن الانشطة التي يعدت خلال شهر ديسمبر التي تتيح للمواطن وزار الاستمتاع بما تقدمها البحرين من ثقافة متنوعة متجددة يعرض هذا المهرجان جوان متعددة من التصاميم الفنون الموسيقى الشعبية والمعاصرة علاوة على التجارب المتعلقة بالتراث اللامادي في مدينة المحرق كالأكلات الشعبية والمجالس والأحياء التي طالما اعتدنا على المحرق تواجد بها الفرجان وهي المحرق الذين يرحبون بأهل البحرين جميعا هذا المهرجان لا يحتفل فقط بتراث المحرق بل بتراث البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر